هناك من يتحدث عن محاولة لتفكيك الجيش السوداني وخلق جيش جديد مكوّم الحركات المسلحة والدعم السريء وكده يعني فيه تغارير صحفية تتحدث عن هذا الأمر لا أظن أن هناك قوة تستطيع أن تفكيك الجيش السوداني الجيش السوداني جيش زي ما ذكرتك بالجيش عريق وجيش يعني الناس بس الفائضة العمال حقه زي ما بقوله مئات الآلاف من الناس كلهم بدافع عن القوات المسلحة وبدافع عن بقاءة وبدافع عن كينونتها فما أظن تستطيع أنها جيها تفكيك القوات المسلحة أسامة أسامة في إزانة السياقية ساعة الفريق أول هناك حديث أنه يعني كأنما الدعم السريع مساعي من جانب الدعم السريع على علوة كابة على حساب بغية القوات النظامية الأخرى البعض يتحدث يعني بالصوت هامس أنه ذلك سببه للعلاقة الشخصية بين ساعتك وبين نايب رئيس المجلس محمد حمدان حمدتي أمر الآخر مغرونا بذلك هناك بعض الحديث يعني ورد في بعض الوقالات الخارجية بأن الدعم السريع تنوي شراء دبابات من روسيا ما حقيقة ذلك ثم أنه هناك برضو كذلك حديث من جانب عضو المجلس الأسكري الفريق السلعطة قال أنه سيتم دمج الدعم السريع داخل قوات المسلحة هذا كل حديث يشير بأن الدعم السريع هي ليست منظومة داخل القوات المسلحة لا أنا أنا أقول الدعم السريع جزء من القوات المسلحة والناس زي ما متليك كثرة الإشعاعات وكثرة الأغاويل الآن إحنا شايفين هم الآن منتشرين هنا في ما في فراغي المؤسسة العسكرية لي صالحة الغوات المسلحة أبداً الغوات المسلحة والدعم السريع للإثنين حاية واحدة والإثنين شغالين في هدف واحد اللي يتكلم عن فراغة ما أظن أنه يعني هذا كلمة حق وريد بها باطل ما في أي منافسة ولا في أي فراغ بين الغوات المسلحة الغوات المسلحة ما زالت موجودة وما زالت بخيارة والدعم السريع جزء منها وداعم لها وساند لها وقطع الشك زي ما ذكرت لك نحنا في النهاية حنصل كلنا مع بعض كغيادات إذا كان في الدعم السريع أو في بقية المكونات حق الغوات المسلحة الغوات الجوية والغوات البحرية فهنا ننكوين منظومة موحدة حلفهم تغيير